اشتركوا في القناة الداخل علاوة الغلاء لمواجهة اثار ارتفاع الاسعار العالمية وتوجيه سموه حفظه الله بمباشرة صرف المبالغ للمستحقين واداعها خلال شهر يناير الحالي وامر سموه للجهات الحكومية المختصة بوضع خطط واجراءات عاجلة تساهم في استقرار اسعار السلع وتوفرها محليا في ضوء التطورات التي اثرت على الاسواق العالمية قرر المجلس ما يلي صرف مبلغ شهر اضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الداخل علاوة الغلاء تعليق رسوم الاراضي الصناعية المخصصة لتخزين الاغذية لمدة ثلاثة اشهر تعليق شرط حصول الاسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية والغاء رسومها للمتاجر والاسواق الغذائية لمدة ثلاثة اشهر تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الاسعار في الاسواق ثم اكد المجلس على اهمية نتائج اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة والتي رأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودولة الدكتور بشرهاني الخصونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة منويها بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في اطار الاجتماع التي ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والعمل والتدريب المهني والصحة والشباب والتعليم والمعلومات وخدمات الشحن البحرية والجوية وبمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين فقد قرر المجلس أن يكون يوم الخميس الموافق للثاني من فبراير 2023 نصف يوم عمل في كافة الوزرات والهيئات والمؤسسات الحكومية لإفساح المجال أمام العاملين فيها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي بما يكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية بعدها نوع المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين والذي يصادف الرابع عشر من يناير من كل عام بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على الصعيد الدبلوماسي والتي عززت مكانتها الدولية وساهمت في تطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم التي تتشارك معها في التوجهات نحو مزيد من الأمن والاستقرار الذي يعزز التنمية على الصعيد العالمي بعد ذلك أشاد المجلس بالإنجازات التي تحققها الوزرات والجهات الحكومية والتي انتقلت من حصد جوائز التمييز في العمل الحكومي على الصعيد المحلي إلى الإقليمي والدولي وهنأ في هذا الصدد وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم لفوزها بجائزة التمييز الحكومي العربي ثم استعرض المجلس مذكرة اللجنة التنسيقية حول ما تم تنفيذه في الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية في نسخته الثالثة ووجه الجهة المختصة كل فيما يخصه بوضع الخطة التنفيذية اللازمة لذلك كما استعرض المجلس سير العمل في عدد من المبادرات التطويرية لخدمات الكهرباء والماء واطلع أيضا على الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هطول الأمطار والاستجابة لمعالجة أماكن تجمع المياه وأشهد المجلس في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال بعد ذلك قرر المجلس ما يلي أولا الموافقة على المذكرتين التاليتين مذكرة لجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتحديد المؤسسات الصحية الحكومية التي يسري عليها قانون الضمان الصحي مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول استملاك عدد من العقارات للمنفعة العامة لتوفير المساحات اللازمة للتطوير العمراني ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن زيارة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مملكة البحرين وزيارة سعادة وزيرة التنمية المستدامة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر